جهود غير مسبوقة قامت بها مصر في طريقها للعبور نحو العالمية في مجال الخدمات اللوجستية لتقدم تجربة فريدة ونموذج حازة إشادة عالمية ويعتبر تطوير قدرات اللوجستية المصرية واحدة من أكثر الملفات التي شهدت نجاحا كبيرا بالتزامن مع سعي مصر نحو التحول إلى أن تكون مركزا مهما للتجارة العالمية تطوير القدرات اللوجستية للدولة واحد من أهم الملفات التي شهدت نجاحا خلال العقد الماضي بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤشرات التنافسية الدولية المتعلقة بالبنية التحتية أفادت تقدم مصر بمعدل 48 مركزا منذ عام 2014 وحتى عام 2019 ليصل إلى المركز الثاني والخمسين عالميا في حين تقدمت البلاد خمس مراكز في مؤشر الفرص اللوجستية الدولية عام 2020 بفضل جودة البنية التحتية لتحتل المركز الثالث والعشرين البنك الدولي وفي مؤشرات له في مايو الماضي حول أداء البناء اللوجستية والأداء اللوجستية أعلن تقدم ميناء بورسعيد ثلاثة مراكز ليصل إلى المركز العاشر عالميا لعام 2022 وفقا لنتائج مؤشر أداء مواني الحاويات من بين 348 ميناء حول العالم استراتيجية تحول مصر لمركز للتجارة الدولية واللوجستيات جاءت من خلال رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في تنفيذ الدولة الاستراتيجية متكاملة على مدار الأعوام السابقة في عدد من المحاور على التوازي محاور تشمل إنشاء ممرات لوجستية زراعية كانت أو صناعية أو خدمية أو في مجال التعدين فضلا عن إنشاء شبكة طرق ومواصلات ضخمة للربط بين الممرات والمواني فتتوافر بمصر جميع المقاومات لتصبح مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات خاصة وأنها تتميز بموقعها الاستراتيجية على البحرين المتوسط والأحمر فمنذ عام 2014 يستحوز قطاع النقل على أهمية كبرى لدى الرئيس السيسي نظرا لكونه قطاعا حيويا يخدم كل قطاعات التنمية في الدولة فتابعت الدولة سياسة مرنة ومتطورة شاملت التوسع في وسائل النقل لربط مصر بمحيطيها الإقليمي والدولي من خلال تطوير المواني البحرية وطرق الربط البري والسككي والنهرية مع الدول العربية والأفريقية المجاورة وفي ظل اهتمام القيادة السياسية بتطوير الزراعة والصناعة بهدف زيادة التصدير والحد من الواردات كان هناك ضرورة لتطوير المواني وتهيئتها للتصدير ومع إنشاء تجارة الترانزيت تزايدت الحاجة لربط مصادر الإنتاج سواء زراعيا أو صناعيا أو سياحيا أو تعدينيا أو خدميا وذلك من خلال إنشاء ممرات لوجستية تنموية ترتكز على المناطق البحرية وربطها بمصادر الإنتاج من خلال شبكات سكك حديدية هذا ولا تزال الدولة بقيادة الرئيس السيسي عازمة على استكمال خطتها ومشروعاتها القومية الطموحة التي بدأتها منذ عام 2014 لتطوير كافة شبكات البنية التحتية وفي مقدمتها مرافق النقل المتمثلة في المواني البحرية والمطارات الجوية والمعابر والمنافذ بالإضافة إلى المحطات البرية والحدودية لتولي الدولة اهتماما خاصا بتطوير وتحديث الشبكة القومية للطرق علاوة على البدء في تشيل أول شبكة للنقل السككي السريع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا